ننهى نادي شباب الوزداد تعاقده مع الوافدين الجديدين المهاجم إدريس سعدي وكذل حارس أليكسيس جندوز عقب إثمامهما لعملية الفحص الطبي حيث ومضى ثنائي على عقد مع فريق شباب الوزداد سيمتد إلى غاية صيف 2024 هذا وقامت كذلك دارة شباب الوزداد بتمديد عقد حارس المرمى مرضوان معاشو لموسمين إضافيين بعد نهاية فترة إعارته إلى اتحاد بالعباس